اشتركوا في القناة الحوار الاجتماعي لدى من العوداء الى التجربة السابقة اللى كانت فيها تدمير الحوار الاجتماعي لان الحكومة السابقة ما كانش عندها تقافة الحوار الاجتماعي وضربت العديد من المكتسبات الاجتماعية وجعلت من الحركة النقابية ليست حركات الحوار والتفاوض كما مخصوص عليه من طرف منظمة العملية الدولية والاتفاقيات الدولية بل نقابات ديال التشاور هذا الشيء اللي رفضناه وموقعناش الاتفاق ديال أبريل 2019 بالنسبة للحكومة الحالية كان أول لقاء مع رئيس الحكومة اللي من خلاله كان لابد من توضيح التصور الكون فيدرالي فيما يتعلق بالحوار الشمعي بدأنا بالمأساسة حتى لا يبقى الحوار الشمعي خاضع الصياق ضرفية معينة كما كان سابقا أو المزاج ديال الحكومة أو رئيس حكومة يجب أن يكون ملزم ومنتظم وحضور المقترحات النقابية وفي احترام ديال الاتفاقيات الدولية يعني يجب مؤسسه عبر قانون إطار هذا والاحتفة فكرة الميطاق اللي مقترحة من طرف الحكومة معناش مشكل يعني ميطاق وقانون إطار ينظم ويمؤسس الحوار الشمعي لكن الحوار الشمعي وبالنتائج دياله هو خاصة يقدم أجوبة للحظة اللي كنعيشها في المغرب اللحظة فيها موجة غير مسبوقة ديال الأسعار رغم تكون تبريرات ديال التطورات والتحولات اللي كي ينعي على المستوى الدولي لكن المواطن المغربي بما فيه الأجير موظف مع الهاجس دياله ليس هي السوق الدولية الهاجس دياله هو كيحتكم إلى السوق اللي كيخرج لها وكيشتري منها المواد الأساسية وكيشوف المعنى أول حاجة هي أن الدولة مطالبة أنها تحميل قدرة الشرائية للمواطنين وهذا كين تقارير ديال المندوبية السامية التخطيط اللي أكدت على ارتفاع المندوبية للأسار والضغط اللي كين على القدرة الشرائية بالنسبة لموظفين الأجراء المداخل الأساسية هي رفع من الأجور باش نواكبوها هاد الاسعار وتخفيف العبئ الضاربية لأن لكانت عادلة جيبائية تخفيف المراجعات الضارباء للدخل معنى هدو آليات ديال تحسين الدخل بطبيعة الحال كين قضايا أخرى مطروحها في الحوار الاجتماعي والرأسها ومبيل الأسباب اللي خلت لكم في درالية أنها تنضم يوم احتجاجي وطني يوم 13 فراير جانب الحريات النقابية اليوم مدونة الشغل ما كانت تحترمش كين تضييق كبير على ممارسة العمل النقابي كين نزاعات اجتماعية متنمية في العديد من المقاولات بمعنى خاص احترام الحرية النقابية خاص المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وخاص الأرباب العمل أنهم يكفوا من استمرار مبتزاز الدولة من مزيد من الدعم والامتيازات الجيبائية بالمقابل عدم الحفاظ على المناصب الشغل وعدم احترام المدونة والحريات النقابية بالنسبة للحوار الشمعي كمركزية نقابية من الصدقين بعضية تقوموا لأن كل نقابة تلغي بلغها لا هذا اول لقاء اختار الرئيس الحكومة انه يشوف كل مركزية نقابية اكثر تمتيلية وما فيهم ارباب العمل ولما يكون اتفاق حول الاليات الاشتغال وحول اهم المطالب المقدمة انا داك يمكن الواحد يمشي الحوار كواما هو معروف تلاتي الاطراف يعني النقابات وارباب العمل والحكومة الآن كان بعض القضايا اللي احنا متفقين عليها لكن عكس ما ما استضاره في البلغ ديال رئاسة الحكومة احنا ما اتفقنا لا نغيره مدونة الشغل ولا اتفقنا على ان ليجان كان وظيفة عمومية بدافيها الحوار ولو جزئي وما زال خصوص صمر في التعليم وفي الصحة ولكن قطاعات اخرى ما فيهاش الحوار ما فيهاش نتائج ما فيهاش مطالب ديال الوظيفة العمومية التازم رئيس الحكومة باش في الايام المقبلة كل القطاعات تباشر الحوار الاجتماعي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وكان لجنة ديال القطاع الخاص لانه كان التزامات سابقة عند الحكومة منذ 2011 ما اترجمتش وعلى رحصة مثلا في الوظيفة العمومية كانت درجة جديدة في القطاع الخاص كانت توحيد لحد الأضناء الأجر القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي يعني كل ما يتعلق بالقطاع الخاص وكان اللجنة وهذا هو المخترح اللي جابتكم فيدرالية اللي يخصى تراجع القوانين الانتخابية أنا كان أعتبر القوانين الانتخابية مجحفة وما غير متكافية وفيها اختلالات كبيرة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام ما كانت تنتج عندها تمتيلية موضوعية ديال الحركة النقابية كان هاد عمليات المأساسة خاصاتها يتناقش ونتفق عليها وكان قضايا أخرى اللي بمعناها هم سماوا هاد اللجنة جنات القضايا الكبرى هاد اللي جان كامنا خصاة بشر العمل دياله احنا نأمل ان هاد الحكومة تستفدن تجربة سابقة وتحتار من دور الحركة النقابية وتجاوب مع المطالب ديال ديال الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي القطاع العام ويكون تحيين ديال ومصادقة على الاتفاقية الدولية وكل قوانين اجتماعية خصاة تكون محط نقاش في الحوار الاجتماعي وطلبناها سحب ديال القانون تنظيم الإضراب والإحالة على الحوار الاجتماعي بالنسبة لنقابة الكونفيدرالية الديموقراطية والشغل كانت في السنوات الثمانينات التي تقود الحركة النقابية في المغرب الآن مع العدد المحصل عليه على مستوى الانتخابات في المناديب يعني تراجع الدورة على النقابة وش أنتم قادرين أنكم تحملوا المشعل والدفع على الطفقة الاجتماعية كما كان في الزمن القوي بالنسبة للكونفيدرالية الكونفيدرالية ما بناتش مشروعها ومبني على الدفاع الديموقراطية والعدالة الاجتماعية ما بناتش على التمتيدية طالقت منذ تأسيتها بإضرابات عامة سواء في الجانب القومي دفاعنا على القضية الفلسطينية أو القضايا من تسعود وسبعين التعليم والصحة واحد وثمانين كلها إضرابات ما انتظرناش تكون عنا التمتيدية بشنا الآن انتخابات اللي فاتت نحن وضعين أحلنا على القضاء ملف ديال بعض الخروقات اللي عرفتها وهي لا تعكش التمتيدية الحقيقية ديال علمان أن هناك كتلة ضخمة تستعمل دائما في الانتخابات هناك ترتيب المشهد السياسي والنقابي هذا دائما حاضر الكونفيدرالية تأدي الدور ديالها في كل لحظة ما انتظرناش أشنو عادي تدير بالنقابة الأولى ولا بالحزب الأول هالانتخابات الشرعية اعطات حزب وعطات نقابة أولى لكن المية تكون في المقدمة ستأدي واحد الدور اليوم اللي اخذى المبادرة هي الكونفيدرالية بالاحتجاج يوم 13 الرأي العام كله كانت يشوف رتفاع الأسعار الهجوم على العمل النقابي كان حاضر الحوار الاجتماعي كان متوقف يعني الكونفيدرالية اخذت الدور ديالها وعادت السمر تأدي الدور ديالها دائما في الدفاع عن القضايا الأساسية للبلاد وديال الطبقة العاملة ودائما في اتجاه حوار اجتماعي مسؤول ليعالج المطالي ونتمنى أن توصلوا الاتفاق قبل فاتح ماي مع هذه الحكومة وإلى ما كانش هنا دائما إمكانية ديال الاستمرار في النضال والدفاع على القضايا اللي اللي كتشغل المغاربة كاملين نعم خلو حاضرين البعض يقول بأن الحكومة الحالية عندما تعطي نظرة للضروف الاجتماعية الصعبة كوفيدرالية مثلا الجفاف يعني من الصعب أن الحكومة تلتزم على الأقل ماليا يعني اميرتف على المستوى يعني زيادة في الأجور ماليا 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 هذا المسألة للإمكانيات ما خاش نتاجه النقابات لما تكون الصعوبات وماليا تكون الإمكانيات فين تكونوا حنا نعتبره كان دائما إمكانياته وماليا ندور الحكومة أي حكومة إلا ما تقدمش أجوبة وتأخذ إجراءات عفية الجراء ديال المعالجة في وضع صعب في وضع أزمات بيئية أو مالية وكل شي قضي يعني أي واحد يمكن يصير الدور دياله هي أنها تقدم أجوبة في هذا كان أعتقد إحنا قدمنا لعديد من المقترحات هذه المتيازات الجبائية اللي عند العديد من اللوبيات بعض القطاعات اللي كانت تعدى 22 مليار درام حال الوقت ربطها بتحسين الأوضاع طلبنا في القوانين المالية دائما كان قدموا بعض المقترحات ما فيها خلق ضاربة على التروة هناك قطاع تحتفظ الأزمة ديال كورونا راكموا الطروات وأرباح خصوم يدوزو هذه المسألة تتضامون اللي راكم الطروة واللي استفد من الخيرات دهد البلاد واللي خصو يدوز يساهم وبطبيعة الحال الحكومة مسؤولة على هذه المسألة ديال القدرة الشرائية المواطنين وكينا إمكانيات متعددة باش يمكن تجاوب على هذا المطالب اشتركوا في القناة